مجلس الوزراء في شماعه الأسبوعي اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك جميع الجهات الحكومية بتفعيل مشروع التراسل الإلكتروني فيما بينها وذلك من خلال استخدام التطبيقات الحديثة والمتاحة في شبكة الكويت للمعلومات بغرض سرعة التواصل وإنجاز الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك على مشروع مرسوم بتشكيل المجلس الأعلى للطيران المدني وذلك برئاسة وزير المواصلات عيسى الكندري واثنى عشر عضوا آخرين كما اعتمد المجلس مشروع مرسوم بترقية اللواء محمد خالد الخضر إلى رضبة فريق وتعيينه نائبا لرئيس الأركان العام للجيش في حين وجه كل الجهات الحكومية إلى تفعيل مشروع التراسل الإلكتروني فيما بينها بغرض سرعة التواصل وإنجاز الخدمات للمواطنين والمقيمين وتسهيل مصالحهم وحول أعلان الكويت الذي صدر عن القمة العربية الخامسة والعشرين التي استضافتها البلاد الأسبوع الماضي أكد المجلس عزم الكويت على تنفيذ ما ورد في الأعلان لتعزيز التضامن العربي وتحقيق نهدة عربية شاملة على كل المسارات من جات أخرى قال مجلس الوزراء أنه يتابع باستياء واهتمام ما صدر عن أحد المسؤولين الأمريكيين من اتهامات تشكل مساسا بوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نايف العجمي مؤكدا ثقته بالوزير كما جدد موقف دولة الكويت الثابت من رفض الإرهاب بكل أشكاله وسعيها الدائم إلى مواجهته وتشفيف منابعه موسيقى موسيقى موسيقى